على منابر السياسة وفي قاعتها تقول تركيا أنها تقف إلى صف أذربيجان في نزاعها مع أرمينيا في ناغورن كارباخ تقول ما تقوله في العلن وتستمر في الخفاء في صب المزيد من الزيت على النار المشتعل في الأقليم فعلى الرغم من النفي العلني الرسمي الأذري لوجود تركيا مسلح على الأرض تكشف التقارير اليوم المزيد من خفايا الدور التركي وأساليبه هو أسلوب المرتزقة المعتمد تركيا في ليبيا وسوريا وغيرهما تنقله بحذفيره إلى معارك ناغورن كارباخ آخر الأرقام المكشوفة في هذا الصدد نقلا عن المرصد السوري لحقوق الإنسان تفيد بوصول أعداد المرتزقة السوريين الذين نقلتهم تركيا إلى الأقليم إلى أكثر من 1200 مسلح أغلبهم من التركمان السوريين بخدعتها المعتادة تغري أنقل هؤلاء برواتب شهرية وتقول لهم بأن دورهم سيقتصر على حماية حقول النفط في أداربجان لترسلهم بعدها إلى قلب المعارك وصفوفها الأولى ووفق المرصد كذلك أدت المعارك تلك إلى اليوم لمقتل أكثر من 100 مسلح وعداد الموت لن يتوقف قريبا على ما يبدو فالتقارير تثير القلق أكثر وسط تأكيدات ميدانية تشير لاستعدادات تركية لإرسال دفعة جديدة من المسلحين إلى الأقليم في غضون أيام معدودة دفعة ستضم 250 مسلحا على الأقل تصل نغورني كارباخ في تحدي تركيا لكل المناشدات الدولية ومساعد دبلوماسية لوقف الحرب المتصاعدة في الأقليم ترجمة نانسي قنقر